ضمن مشروع تهادى وتحابو قام وفد لجان إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بجولة شملت أكثر من 15 تقارية مسلوبة الاعتراف في النقاب بهدف تعميق التواصل الوطني والعقائدي والإنساني مع العرب البدو وتقوية السمود قرى الجنوب على أراضيها التاريخية لا شك أن السلام الاجتماعي هو أحد الأسس لرقي المجتمعات يعني نبذ العنف نبذ الجريمة نبذ العمالة نبذ الخاوة نبذ السوق السوداء وإرساء مجتمع مبني على أسس سليمة وحضارية هذه هي الضمانة للانطلاق إلى العالم الأفضل اليوم تجولنا في مضارب النقب ما يقارب 17 قرية مسلوبة الاعتراف وجئنا في مشروع تهاد وتحابو لكي نشعر مع إخواننا ويكون هناك الحب والود والالتئام والأنس ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنا الهم والغم ويصلح ذات بيننا في الداخل فلسطيني وفي النقب الخصوص خلال الجولة التي وصلت حتى عبدا في أقصى الجنوب تم تقديم هدايا رمزية للأهل في القرى وتقديم ثلاث طاقات شمسية لثلاث قرى وفي النهاية توجى المشروع بمهرجان ختامي في المركز الجماهيري حورا رأيت ولمست كيف عاش أبونا إبراهيم أبو المؤمنين رأيت الصورة الحقيقية للمؤمنين هذا إبراهيم الذي نال حظه في عين الله كان يعيش كإخوة البدو هنا ببساطة أبناء الله بساطة الإنسان خطوة التي قاموا بها خطوة يعني معززة من الأحوال التي نواجهها من هدم بيوت ومصادرة أراضي التي أنتهت قبل فترة وجيزة من منطقة شركة الكريم كيمة التي شد قامت في تشجير الكثير من أراضي المنطقة تأتي المبادرة لتؤكد أن العيون شخصة للنقب لما يواجهه من محاولات اقتلاع ومصادرة وهدم منازل وملاحقات سياسية ضمن سياسة مبيتة هدفها تركيز أكبر عدد ممكن من المواطنين في أقل رقعة أرض